اشتركوا في القناة 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 اللي بيكون موجود بيتشال شوية مش كله بس يعني لما الفترة بتقول تقولوا اخدته على بعض بتشوف الانسان ده وقت المشاكل او وقت الغضب بعدين اتخنقوا عملوا مشاكل ام مشكلة عملوا مشاكل وتفرجوا على بعض وقت المشاكل شوفوا وقت المشاكل انتم هتكونوا الشخص اللي قدامك ده هيكون عامل ازاي هل لما بيغضب أو بيكون فيه مشكلة ممكن يهينك ممكن يمدي إيده ممكن يعمل أي حاجة دي نقطة مهمة جدا فترة الخطوبة فترة الخطوبة ما تستعجليش فيها خدي وقتك ادريسي الشخص اللي معايك الكويس والكلام ده للراجل برضو اللي هيخطب أو هيرتبط أو حاجة من ذي فترة الخطوبة كمان بتبين مش كل حاجة هي ما بتبينش كل حاجة بس طول ما هي أطول تخرجه بتعاملي معاه بتعرفي صفاته بتعرفي في حاجات كتير قوي بتكون موجودة فيه المسكات اللي بتكون موجودة نحاول نقلعه ما تحاولوش تتصنعه أو ما تكونوش طبيعيين لأن انت كده بتأذن أفسكه فيه بنت تقعد تجمل في نفسها أيا كان في شخصيتها في شكلها في أي حاجة تقعد تجمل في شكلها بشكل رهيب غير شخصيتها الحقيقية تمان لما بيجوا يتجوزوا أو هو كمان لما يجوا يتجوزوا بيلاقي حاجة تانية بتصدموا في بعض بيكون فيه مشاكل فدي نقطة مهمة جدا ادرسوا بعض دي أول حاجة معنا كمان الحب الحب مش هقول لكم ما تتجوزوش عن حب طبعا لازم يكون فيه الحب أساسي بس هيجي وقت كده أو مرحلة لازم نشيل الحب على جنب شوية ونشوف الشخص ده من غير الحب لأن الحب أحيانا بيخلينا نشوف الشخص ده ما فيهوش ولا غلطة وكويس جدا وجميل وده ما فيهوش عيوب فاحنا نحب نركن للحب شوية ونشوف الشخص ده هل فيه كذا هل فيه كذا هل فيه كذا ما نعميش عيوننا عن الصورة الحقيقية للشخص ده وفيه بنات كتير جدا وموجودة يعني بيكونوا عارفين ان هو فيه كذا وفيه كذا وتقول هتحمل هعدي مش عاوزة تحط عينها على العيوب هي شايفة الحاجات الحلوة والجميلة والمميزة عشان كده بقول فاطرة الخطوبة تكون أطول كمان لما بتكون أطول اللي هو بتاخده يعني مش عارفة أقولها ازاي الحب بيكون موجود بس مش هيبقى كل حاجة الحب مش كل حاجة في العلاقة الزوجية أو في ما هو الخطوبة خطوة للجواز فلازم فاطرة الخطوبة تكون كويسة ما نحطش عيون على الحب والمميزات من غير العيوب معانا اي تاني احنا حاطين شوية يعني بوينتس عايزين نقولها كلها الطباعة الطباعة فيه الطباعة ما بتتغيرش ما بتتغيرش مش هقول مستحيل تتغير بس بنسبة عالية جدا ان هي ما بتتغيرش الطبع يعني زي ما بيقولوا يعني هو الطبع ده يعني هو فيه مثلا صفة معينة أو حاجة معينة فطبعه انت هتقدري انك تتحمليها أو هتقدري انك تعديها أو صفة مش وحشة قوي اعرفي ان ده طبعه وتقليمي عليها وتعوديها لو هي محتملة أو هي عادية أو انت قادرة انك تتحمليها أو تعدي لكن فيه طبع انت شايفة ان ده طبع كويس يعني طبع مش كويس أو طبع وحش أو طبع صعب عليك انك تتقبليه أو تعيش معاه ما تكمليهوش ما تكمليش معاه ما تكمليش في العلاقة دي لان الطبع مش هيتغير ولايه القوي لما تلاقي فيه حد فيه طبع معين ويغير من نفسه فيه ناس بتتغير بس الاكتر ان الطبع خلاص ده طبع فيه صعب قوي انه اغير فيه حتى ممكن اشتغل عليه شوية بس هو صعب احنا كده قلنا ست حاجات سبع حاجة لما تيجي تختاري الشخص اللي هيبقى جوزك ما تيبقيش قنانية في اختيارك ازاي يعني ما تختاريش شخص يكون مناسب انت لجيكيه بس لازم تشوفيه قبل ولادك لازم يكون الشخص ده مناسب انه يكون قبل هل عنده يعني مؤهلات لكده انسان مصقف يعرف يتعامل مع اطفال انسان متعلم حنين كويس مع عائلته كويس معاكي يعني في حاجات كده بتبين هو هيكون ايه هينفع قب كويس ولا مش هينفع ثامن حاجة وهي دي مشكلة كبيرة جدا موجودة عندنا في مصطلح او انا هقول لفظ لانه في مجتمعنا يعتبر لفظ واللي هو لو قلنا الراجل او وجهنا الراجل هيبقى انت كده هنتي او وجهت له اساءة كبيرة جدا وهو ابن امه ده لفظ موجود عندنا في المجتمع ومنتشر اول ابن امه الحتة دي عايزة فرق بين نقطتين اول حاجة ابن امه اللي هو لاغي شخصيته تماما بيعملش اي حاجة غير لما هي اللي تقوله ما بيعملش حاجة من دماغه ضعيف الشخصية الام هي اللي متحكمة في حياته ده ممكن نقول عليه ابن امه بس في حد تاني بيتظلم بالمصطلح ده وهو الراجل اللي بيكون بر جدا بولده ووالدته محترم جدا بيعمل لمامته خاطر مش ابن امه هو ابن امه بس مش بالمعنى الدارج في المجتمعنا او المعروف ابن امه دي حاجة مش كويسة لا الراجل اللي بيتقل لها في مامته بيعملها كويس بيحترمها بيقدرها بيعمل لها خاطر بياخد رأيها لكن هو عنده شخصيته المستقلة راجل يقدر ياخد قرار في حياته من غير تدخل حد هو قادر على ده لكن بيعمل لها خاطر ففي الحتة دي ده نقول عليه راجل وسيدي رجالة وتشيري فوق راسك لانه راجل بر وما هو كده مع مامته اكيد اكيد هيبقى كويس جدا معيك وهيبقى زوج محترم وكويس فالحتة دي ما نحاولش نخلط ونظلم الراجل في النقطة دي اللي هو انت ابن مامتك عشان لو عمل لها خطر في موضوع او كلمها في حاجة او مثلا بيسأل عليها كتير او بر قوي معاها كده هو مش ابن أمه ده كده الراجل محترم يتشال فوق الراس وده تأمنيه تأمنيه على نفسك تأمنيه على حياتك تأمنيه على كل حاجة دي برضو نقطة مهمة نقطة ان هو يكون بيحترمك لازم يكون بيحترمك الاحترام اساس اي علاقة اصلا بين يعني اذا كان على الراجل او الست لازم يكون بيحترمك من جميع الاتجاهات الاحترام اللي هو مثلا لو انتوا قاعدين في مكان وانت اللي غلطانة في موضوع او غلطانة في حاجة يقوم حطفك بتاعها في وشك يعامل فيك اي حاجة لا لازم يكون فيه احترام تاني حاجة احنا الاحترام لو هو مش موجود او موجود بنسبة قليلة في الخطوبة هيبقى يعني هو النهاردة بحدفك بحاجة بعد كده بالكورسي في وشك مش هيكون فيه احترام فاحنا هو لسه فيه كذا نقطة بس هنطلع فاصل ورجعليكم مرة ثانية